غير بعيد عن هذه الأراضي الزراعية الشاسعة تدور معارق طاحنة في مدينة زاباروجيا وسط جنوبي أوكرانيا ورغم ذلك تسير عجلة الزراعة في هذه المدينة فعلى مدار سنين عملت عائلة كارل تراسيفيتش في زراعة القمح والشعير والذرة واليوم تستمر رغم مخاوفها على المحصول الجديد وما حصدته من محاصيل العام الماضي عائلة تعمل في الزراعة منذ عقود ونكمل اليوم مسيرتهم رغم المعارك التي قد تدمر ما نزرع هنا وتعطل حتى تصدير محاصيلنا إلى الخارج التي احتدنا تصديرها في الربيع لكن الحرب أوقف ذلك فهنا تمتلئ مخازن عائلة تراسيفيتش بالكثير من الحبوب تنتظر فتح الموانئ الأوكرانية ليتسنى لهم تصديرها وإلا فسيكون البديل أمامها هو السوق الأوكرانية التي لا تتحمل وحدها كل هذه الكميات نرجو أن تفتح الموانئ حتى نستطيع تصدير محاصيلنا وتعود الحياة كما كانت فقد كنا نصدر سنويا ملايين الأطنان كل ما نريده الآن توقف الحرب ففي هذه الحقول الشاسعة التي تمتد على قرابة 70% من مساحة أوكرانيا تشكل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة توقفت حياة الكثير من العاملين فيها بسبب الهجوم الروسي لكنهم مضون في طريقهم الذي لا يملكون غيره كما يقولون بينما حصيلا حنى موعد حصادها وأخرى لم يشتد في الأرض عودها يمضي مزارع أوكرانيا غير عابئين بحرب ولا اشتباكات فما يزرعونه اليوم سيرون حصاده يوما لا محالة مهما كانت العقبات أيمن جاتي أرتي عربي زابروجيا